جيد إذن الإمامة مستمرة من قطعت في ذرية من؟ في ذرية إبراهيم تعالوا إلى الآية 73 من سورة الأنبياء الآية 73 من سورة الأنبياء قال تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ التفت قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْذًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً إذن هاي الإمامة استمرت ماذا؟ في ذرية ماذا؟ في ذرية إبراهيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إذن أيضاً هنا القرآن أكد مرة أخرى أن الإمامة لذريته أيضاً تحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل كما أن أصل الإمامة جعل الإمامة الموروثة أيضاً ماذا؟ مجعولة ولكن هنا توجد إضافة في هذه الآية في هذه الآية المباركة طبعاً هو أي نكات فيها الآية يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هسا لماذا استحقوا أن يكونوا أئمة يهدون بأمرنا وكانوا لنا عابدين ممجاناً وصلوا إلى مقام الإمامة كانوا لنا مو بعد الإمامة صاروا عابدين بالعبادة وصلوا إلى ماذا؟ إلى مقام الإمام